وللحديث عن آخر تطورات الملاف السوري معنا من إسطنبول الكاتب الصحفي السوري عبسي اسم ياسم أهلا ومرحبا بك أستاذ عبسي بداية قصف متجدد للنظام على إدلب يطال حتى محيط النقاط التركية لماذا هذه الهدنة الهشة إذن وما الذي يمنع النظام من شن هجوم جديد بداية تجدد القصف على إدلب أعتقد مرده إلى أن النظام دائما قبيل أي اجتماع دولي بشأن سوريا هو يقوم بعمليات تصعيد من أجل كسب المزيد من النقاط والتصعيد الذي نشهده الآن أعتقد أنه هو قبيل القمة السلاسية التي ستجمع كل من الرئيس الروسي والرئيس الإيراني والرئيس التركي في أنقرة يوم الاثنين المقبل وبالتالي من نتوقع أن يستمر هذا التصعيد إلى يوم انعقاذ هذه القمة حيث أن كما شاهدنا في السابق أن تركيا هددت بموضوع تاجئين وأعتقد أن هذا الأمر شكل نوع من الضغط على الروس الذين بدورهم قاموا بإعلان الهدنة من طرف واحد وهي هدنة لم يحدد تاريخها ولم يحدد متى سنتهي وبالتالي كانت عملية التصعيد وعملية التصعيد نحن نشهدها بشكل أكثر هي من خلال راجمات الطواريخ والمساعي المتمركزي بمدينة خانشيخون التي سيطرت عليها قوات النظام مؤخرا الحرس الثوري الإيراني أخلى مقرعين له في منطقة البوكمال الحدودية مع العراق خشية من الاستهداف هل لك أن توضح لنا مدى التغول الإيراني في سوريا عسكريا؟ نعم نعلم أن الإيرانيين يسيطرون بالتوازي على قرار النظام السوري أساسا بالبداية ومن ثم يسيطرون من خلال ميليشيات طائفية تدعمها إيران في سوريا أو من خلال ميليشيات إيرانية بشكل مباشر تدعم من الحرس الثوري الإيراني بالإضافة إلى أن إيران تحاول أن تسيطر ثقافيا في بعض مناطق سوريا وخاصة في منطقة البوكمال التي تعدها إيران هي نقطة الوصل بين خط طهران بيروت الذي تسعى من خلاله إيران إلى الوصول إلى البحر المتوسط من خلال بيروت وبالتالي نحن نشاهد دائما أن إيران تسعى إلى تكسيف وجودها في تلك المنطقة ولكن بنفس الوقت إيران تحاول أسيطرة عسكريا وثقافيا وتحاول من خلال عمليات تشيئ التي تقومها في منطقة البوكمال بشكل حسيس ضمن المرحلة الماضية ولكن نحن نشاهد في فترات متعددة ضمن نفس المنطقة هناك تهديد أمريكي مستمر لهذه المنطقة وحتى تهديد إسرائيلي كمان بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن أكدت أنها لن ترسل قوات إضافية إلى سوريا للمشاركة في الدوريات المشتركة مع تركيا هل ما وصلت إليه خطوات المنطقة الآمنة كافية بالنسبة إلى تركيا مع بقاء الميليشيات الكردية على جزء كبير من حدودها الجنوبية أعتقد أن الموضوع شائد قليلا بين أمريكا وتركيا بما يخص إنشاء المنطقة الآمنة ونحن لاحظنا أن موضوع اللجنة الأمريكية التركية التي كانت تقعد بشكل مستمر كان هناك مماطع الأمريكي مستمر بشأن موضوع تطبيق هذه المنطقة الآمنة إلى أن جاء التهديد التركي بأن تركيا ستقوم بتنفيذ هذه المنطقة سواء تعاونت مع أمريكا أم لم تتعاون أعتقد أن التنفيق الأمريكي التركي يأتي بالتضامن مع إرسال مزيد من التعزيزات الأمريكية إلى قوات سوريا الديمقراطية في المنطقة وبالتالي الموضوع التركية هي بموقف من ناحية تريد تصابح تريد أن تفاض على أمنها القومي في منطقة شرق الفرات ومن ناحية أخرى هي تريد تلعب على تضارب المصالح برأيي بين الروس والأمريكان وبالتالي هي تتراجع أحيانا وتقوم بخطوات جدية أحيانا أخرى وبالتالي أنا أعتقد أن المرحلة المقبلة قد تشهد ضغطا تركيا أكثر باتجاه تطبيق هذه المنطقة من خلال ملف اللاجئين التي الآن تركيا تصرح فيه بشكل شبه يومي وتهدد فيه من خلالها دول الاتحاد الأوروبي التي تحاول من خلال هذا هي تصريحات أن تدفعها لاتخاذ موقف يعني يؤيد الموقف التركي بما يخص سواء المنطقة الأمنية أو من خلال فرض اتفاقه في إدلس الكاتب الصحفي والسوري الأستاذ عبسي سميسم كنت معنا شكرا جزيلا لك